رحب الأستاذ دكتور أحمد الدهبي باحث اجتماعي أقول لك مساء الورد مساء الخير مساءكم ورد مساءكم حب مساءكم أمل مساء بغداد الجميلة الراقية التي تنور بأهلها وبكم والله على هذا المساء اليوم إن شاء الله كل حلقتنا ورد بورد بزهور الله يحبوك كما أرحب عبر الأقمار بإبراهيم وصفي مخترب عائد إلى أرض الوطن أقول لك مساء الورد مساء النور عليكم وعلى الحضور مشاهدين بس علينا صوتك اليوم اليوم رح نأخذ منك هواية أسئلة ومعانات ورسالة اليوم عن طريقك رح نوصلها للشباب ماشا وكما شكرا إن شاء الله دكتور أحمد بعد كل السنوات ما يزال حلم الشباب لحجرة خارج الإحرق أكو أمور معذورين بيها أكو ظروف تضغط عليهم أكو واجبات أخلاقية وإنسانية ونفسية وشخصية كثير من الواجبات لكن من المسؤول عن هجرة الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة كل مر به البلد هو كل الظروف يعني تدفع إلى أنه يصير عندهم هذا الحلم هم يريدون تغيير بكل مكان يريدون يبنون أنفسهم يريدون يصنعون نفسهم بصورة سريعة الخدمات التي تقدم لهم هنا مخدمات كاملة مثلا بطموحهم هذا الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي والعالم والذي يشوفون العالم ويقارنون داي يشوفون طبعا جانبي من العالم وداي يقارنون هذا هذا كله يدفع إلى أنه يروحون بهذا الاتجاه اتجاه أنه الهجرة يتوقعون أنه أحلامهم كلها راح تتحقق بالهجرة السبب هواي أسباب يمكن جزء من عداء يتعلق بالحكومة ما جاي تسلط على الجوانب الإيجابية الإعلام همات اللي موجودة اللي داي يركز على الشغلات السلبية اللي موجودة بالمقابل أكل كثير من الإيجابيات موجودة لننسى أكو دول كثيرة همات جاي تتحرك على هذا الشيء أنه يستهدفون هذا البلد وداي يصورون فد صورة همات يمكن مرات مخالفة إلى الواقع هاي كلها عوامل تدفع اتجاه هذا الموضوع اتجاه أنه يفكر الشاب بالهجرة طيب يعني بعد ما أروح لدكتور أحمد حتى أوضح ما دور الوزارة ووزارة الشباب في منع شبابنا من الهجرة وتوفير سبل مهمة حتى نبدأ فكرة الهجرة عن شبابنا مرحبا دكتور مرة ثانية مرحبا بكم مساء الخير مساءكم عسل وسكر برأيك ما هو تأثير هجرة الشباب على المجتمع العراق تحديدا طبعا في البدء عنوان الحلقة أحلام هروب مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم